اشتركوا في القناة اولا ان يحدد الطالب مفهوم المبني والمعرم ثانيا ان يوضح الطالب انواع الفعل في اللغة العربية ثالثا ان يعدد الطالب علامات الاعراب والبناء للفعل اخيرا ان يوضف الطالب الافعال المبنية في التعبير الكتابي والشفهي نمهد لدرسنا بمجموعة من الافعال وقبل ان نبدأ في ذلك اود التنبيه الى ان الافعال تنقسم الى ثلاثة اقسام فعل الامر فعل الماضي والفعل المضارع اثنان منها مبنيان دائما وهما فعل الامر والفعل الماضي اما المضارع فهو معرب ولا يبنى الا في حالتين اثنتين اذا اتصرت به نون التوكيد ونون النسوة نأتي الى فعل الامر اسمع الفعل الماضي منها هو سمع والفعل المضارع يسمع الفعل المضارع ينظرون فعل الامر منها انظروا والفعل الماضي نظروا الفعل الماضي حضرا عندما نتحدث عن اثنين قد حضرا فان فعل الامر منها هو احضرا والفعل المضارع هو يحضران تصونين فعل مضارع اتصرت به يا المخاطبة فعل الامر منها صوني والفعل الماضي صنتي او صانت اذا كان اذا كنت تتحدث عن غائبة اعتمرتا فعل ماضي اتصرت به التاء المتحركة فعل الامر منها اعتمرا والفعل المضارع تعتمران لنبدأ الدرس امامنا مجموعة من الجمل نحاول ان نستخرج منها فعل الامر ونستنبط من ذلك الفعل قاعدة معينة اولا نأتي الى الجملة الاولى افعل المعروف فعل الامر في هذه الجملة هو افعل ما علامة بنائها الاصل ان فعل الامر اذا كان مجردا مما يلحق به الاصل فيه ان تكون علامة بنائه السكون فاذا قلنا افعل المعروف افعل فعل امر مبني على السكون اذا اذا هذه هي القاعدة الاولى ان فعل الامر دائما ما يكون مبنيا على السكون اذا كان مجردا مما يلحق به اما اذا اتصر به هنا في المثال الثاني اكتبن الواجب اتصرت به ماذا نون التوكيد اكتبن انتبه الى حركة الباء اكتبن تجد ان فعل الامر بني ولكن لم يبنى على السكون وانما بني على الفتح اذا ما هي القاعدة التي يمكن ان نستخرجها نقول ان فعل الامر اذا اتصرت به نون التوكيد يبنى عن الفتح بامكانك ان تفهمها فهما فلا تحفظها فتقول اكتبن لاحظ حركة الباء على اخر الفعل تجد انها الفتحة نأتي الى المثال الثالث يا طالبات اجتهدنا يا طالبات اجتهدنا فعل الامر فيها هو اجتهدنا عندما اقول يا طالبات اجتهدنا فعل الامر هو اجتهدنا انظر الى حركة الدال في اجتهدنا تجد انها السكون إذن فعل أمر مبني على السكون ما هي القاعدة التي يمكن أن نستخرجها نقول أن فعل الأمر إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبقى على علامته المعروفة السكون فنقول اجتهدنا فعل أمر مبني على السكون نأتي إلى المثال الرابع أدعو إلى ربك أو أدعو إلى سبيل ربك عندما ننظر إلى فعل الأمر هنا فإننا نجد أنه أدعو ونلحظ أن بعد حرف العين يوجد واو ولكنها حذفت أدعو إذن بماذا نعرب هذه الكلمة نقول أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة كذلك عندما أقول إسعى يتوهم البعض أن بعد حرف العين يوجد ألف ولكن الصحيح أننا نحذف حرف العلة حروف العلة ما هي؟ الواو واليا والألف فعل الأمر لا تأتي معه حرف من حروف العلة بل يجب أن نحذف حرف العلة في كل فعل أمر فنقول إسعى ونضع الفتحة لتذكر بالألف وأدعو ونضع ضمة على العين لتذكر بالواو وإجري ونضع كسرة على الراء لتذكر بالياه أما المثال الأخير يا شباب اعملوا بجد أين فعل الأمر في هذه الجملة؟ بالطبع سوف تقول اعملوا فعل الأمر إذا اتصرت به واو الجماعة أو ألف الإثنين أو يا المخاطبة فإننا نحذف النون فيها فنقول في الإعراب فعل أمر مبني على حذف النون إذن القاعدة تقول أن فعل الأمر إذا اتصلت به واو الجماعة مثل اعملوا أو ألف الإثنين اعملا أو يا المخاطبة أو يا المخاطبة اعملي فإننا نقول أنه فعل أمر مبني على حذف النون وإذا اتصل به حرف من حروف العلة مثل إسعى وأدعو وإجري فإننا نقول أنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة نأتي الآن إلى الفعل المبني الآخر نأتي الآن إلى الأفعال الماضية نأتي الآن إلى الأفعال الماضية أحب أن أنبه قبل أن أبدأ فيها أن الأفعال الماضية كأفعال الأمر كلاهما مبنيان نأتي إلى الفعل في المثال الأول جاء الطلاب مبكرين الفعل الماضي في هذا المثال هو جاء الفعل الماضي في هذا المثال هو جاء ما علامة بنائه؟ نلحظ أن علامة بنائه الفتحة جاء إذن الفعل الماضي إذا كان مجردا فإن علامة بنائه هي الفتحة ثانيا عندما نقول منحنا اليتام عطفا الفعل الماضي هو منح منح أما الناء هنا فإنها تسمى ناء الفاعلين منح ناء لاحظ حركة الحاء منح تجد أنها سكون وبالتالي نقول أن الفعل الماضي إذا اتصلت به ناء الفاعلين فإنه يكون فعل ماضي مبني على السكون المثال الثالث هم حافظوا على صلاتهم هم حافظوا على صلاتهم أين الفعل الماضي؟ نجد أن الفعل الماضي في هذه الجملة هي حافظوا حافظوا الفعل الماضي في هذه الكلمة هي حافظوا عند حرف الض ينتهي الفعل أما الواو التي اتصلت به فهي الفاعل ونسميها ضميرا متصلا مبني على حافظوا على السكون في محل رفع فاعل إذا حافظوا حركة الض هي الضمة فنقول فعل ماضي مبني على الضم بذلك ابن الطالب انتبه إلى أن الفعل الماضي إذا اتصلت به ناء الفاعلين فإن الفتحة لن تكون هي علامة البناء فانظر إلى حركة آخر الفعل وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فلن تبقى علامة بنائه الفتحة وبالتالي ينبغي لك أن تتنبه إلى أن الفعل الماضي إذا لم يتصل به شيئا يبنع للفتح وإذا اتصل به شيئا من الضمائر المتحركة مثل ناء أو واو الجماعة فإننا ننظر إلى الحركة الأخيرة ونقول بأنها هي علامة البناء دعا المؤمن ربه دعا المؤمن ربه الفعل الماضي هو دعا أين الفتحة توجد الفتحة على الألف ولكنها مقدرة لأننا لا نستطيع أن نظهرها إذا نقول الفتحة المقدر منع من ظهوره التعذر نأتي إلى المثال الخامس أو نعم نأتي إلى المثال الخامس فنقول المؤمنون سعوا في خير الأمة أين الفعل الماضي؟ نجد أن الفعل الماضي هو سعو ولكن ينبغي لك أن تعلم أن أصلها سعى ثم اتصلت بها واو الجماعة كنا قلنا أن نواو الجماعة إذا اتصلت بفعل الماضي فإنه يبنى على الضم الظاهر مثل قولنا حافظوا ولكن هنا أين ذهبت الضمة؟ لقد ذهبت الضمة لأنها كانت مقدرة على الألف فنقول أن الضمتك ماذا مقدرة نأتي الآن إلى المثال الأخير والسادس في هذه الجمل فاطمة حافظت على عفتها أين الفعل الماضي؟ نجد أن الفعل الماضي هو حافظة ولا نحسب التاءة لأنها تاء التأنيث ونقول بها حافظة علامة بنائها الفتحة إذن نخلص أبناء الطلاب إلى أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم أو اتصل به ضمير متحرك مثل ناء الفاعلين أو التاء المتحركة مثل كتبت كتبت كتبتي فإن الفعل الماضي يبنى على السكون نأتي الآن إلى هذه الجمل وننتقل إلى الأفعال المضارعة نقول إن الأفعال المضارعة في الأصل معربة أي أن علامتها تتغير بحسب العوامل التي تدخل عليها فأقول يذهب محمد حركة الباء الضم وأقول لم يذهب محمد فعل مضارع مجزون بسكون وأقول لن يذهب محمد لذلك الفعل المضارع يختلف عن فعل الأمر والفعل الماضي لأنهما مبنيان وهو معرب نقرأ الجملة التالية لم أقرأ إلا مفيدا لم حرف جزم أقرأ فعل مضارع مجزون وعلامة جزمه ماذا السكون نلحظ الآن المثال الآخر الأمهات يجدنا التقدير يجدنا الفعل المضارع هو يجد نوعه مبني لماذا لاتصال نون النسوة به لكن ما هي علامة الدال أو علامة الفعل المضارع يجد إذن السكون فيكون الفعل المضارع هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نأتي إلى المثال الثالث الجنود الجنود يخدمون يخدمون أوطانهم الجنود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم يخدمون يخدمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لماذا الأفعال المضارعة التي تتصل بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون في إمكانك أن تعرفها من خلال الأوزان الخمسة المشهورة لها يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين أي فعل مضارع يكون على هذه الأوزان الخمسة فهو من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون تقول يقرؤون تقرؤون تقرأين وهكذا نأتي إلى المثال الرابع والله لأفعلن المعروفة نلحظ أن الفعل المضارع هو لأفعلن ما نوعه هل هو مبني أو معرب نقول بأنه مبني ما علامته ننظر إلى حركة اللام لأفعلن علامة بنائه الفتح نقول يا أبناء الطلاب أن الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معربا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة أو بحذف النون ويجزم بالسكون أو بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة نأتي إلى المثال الأخير لن أصادق كاذبا أصادق معرب ما السبب؟ لأننا نقول لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد إذن علامة نصبه الفتح تدريبات عامة الطالبات يدرسنا النحو الطالبات يدرسنا النحو يدرسنا فعل مضارع اتصرت به نون النسوة إذن سوف أقول أنه فعل مضارع مبني مبني على ماذا؟ انظر إلى حركة السين يدرسنا إذن مبني على السكون تعلمنا اليوم المبني من الأفعال الفعل الماضي مبني دائما فعل الأمري مبني دائما الفعل المضارع يبنى ويعرب يبنى في حالتين إذا اتصرت به نون النسوة يبنى يذهبن أو اتصرت به نون التوكيد يذهبن فإذا اتصرت به نون النسوة يبنى على السكون يذهبن وإذا اتصرت به نون التوكيد يبنى على الفتح يذهبن أما إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معرب يرفع بالضمة أو بثبوت النون وينصب ويجزم بالحركة التي تناسبه هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وباركة عن نبينا محمد اشتركوا في القناة